صباح الخير نبدأ اليوم رياضة فصح هذه السنة 2023 اختاريته فالنبي ما كثير نقرانه يوئيل يوئيل النبي وهو واحد من الانبياء الاثنعش الصغار يسموهم بالعهد القديم ما نعرف بالضبط شوقة عاش بس على احتمال كبير أن نعاش بزمن السبي يعني بالقرن الخامس قبل الميلاد وعجبتني جملة من جمله يقول ارجعوا إلي الله على لسان يوئيل يقول ارجعوا إلي فأريد هاي الرياضة تكون محاولة رجوع إلى الرب أطلب من أبونا صليوة أن يقراننا نص من الفصل الثاني آية اثنعش إلى ثمنتعش هل يجي يمتع القرم قراءة من نبوءة يوئيل يقول الرب توب إلي بكل قلوبكم بالصوم والبكاء والندب مزق قلوبكم لا ثيابكم فتوب إلى الرب الرب حنون رحوم بطيء عن الغضب كثير الرحمة نادم على السوء لعله يرجع ويندم ويبق وراءه بركة فتقربونا تقديمة وسكيب خمر للرب إلهكم انفخوا في البوق في صهيون وتقدسوا للصوم ونادوا على الصلاة اجمعوا الشعب وقدسوا الجماعة احشدوا الشيوخ واجمعوا الصغار والأطفال اخرجوا العريس من مغدعه والعروس من خدرها بين الرواق والمذبح يبكي الكهنة خدام الرب ويقولون اشفق يا رب على شعبك وميراتك لا تجعله عارا فتتصلط عليه الأمم ويقال في الشعوب اين الهك غار الرب على أرضه وأشفق على شعبه هذا هو كلام الرب شكرا شكرا كلمات نبيه القوية بالتأكيد اشتركوا في القناة 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 الجراد اشتركوا في القناة 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 اعزلوا شر أفعالكم من أمام عيني كفوا عن فعل الشر تعلموا فعل الخير أطلبوا الحق أنصفوا المظلوم أقضوا لليتيم حاموا عن الأرملة يعني هذه تختصرها جملة الجملة التي تقول أريد رحمة لا ذا بيها الرياضة التي يريدها هذه السنة يعني إلنا كلتنا في أعماقنا هي أن نفهم أن نفهم أن هذه المسيرة الإيمانية هي محاذية لما نشوفوا أمامنا عند العالم هذه اللي قال يسوع أنتم من العالم لكنكم لستم من العالم يعني أكو عالمين متوازيين واحد يمشي مقابيل اللاخ ف رح نشوف شلون العالم العالم الثاني ما مقبول العالم الأول هو المسيطر هو عنده الفلوس عنده السلطة عنده اللذة عنده الإغراء العالم الأول هو اللي يسبح ضد التيار أرجع إلى فكرة أنه الرياضة هي نوع من الحداد لأنه كانت أكو عادات قديمة ولا زالت من زمانات قديمة بابليين وآشوريين كانوا يعملون مآتم بالمآتم والمواسم كانوا يمزقون حواسم يشققون حواسم علامة للحداد لي قبل كم سنة كان أكو نساء شغلهم تعديد عدادات من يموت شخص يجيبون عدادة ينطول فلوس وتقعد هي تغني وتقول تمدح الشخص الميت حتى تبكي الناس لكن العدادات هذولي صاروا مثل شكلية يعني نفس الكلام ينطبق على الكل وصار التقاليد مثل تقاليد التعازي عندنا صارت جدا جامدة متكررة يعني هي نفسها حتى لو الميت هو شايب عمره تلت تسعينات أو العجوز وما صدقوا خلصوا منه بس لازم يسوون هذه العادات والمراسيم لكن النبي أش يقول يقول مزقوا قلوبكم أش معناته هاي مزقوا قلوبكم لأنه لأن القلب نحن يمكن نفهمه بطريقة تختلف نحن بالنسبة لنا القلب هو العاطفة بس بالنسبة للأنبياء القدامى القلب هو الإرادة الإرادة يعني خذوا قرار مزقوا قلوبكم خذوا قرار بأنه لا تكتفون بالشكليات والعادات والتقاليد والأعراف وهذه التقاليد والأعراف هي اللي ضعفت الديانة الإرادة هي تحقيق العدالة انتباه فعل الإحسان إذن القلب هو مركز الإرادة والحكم يعني لازم أعرف وين أمشي أشي أسوي وين أحط رجلي إرادة خاصة إذا كان عندنا مكان بالمجتمع إذا كنا مربين لأطفال إذا كنا معلمين إذا كان عندنا نوع من التأثير على اللي حوالينا قرار فعل الخير هو قرار مو شكلي قرار مثلا أنه ما أكون خاضع للفساد السائد لما أمشي معاملاتي بالدوائر وأشجع الموظف أن يأخذ مني رشوة رح يستقوي على الضعيف وما رح يقدر الفقير أن يدفع الرشوة ما عنده فأنا رح أشجع الفساد من أمشي أنا معاملتي لأن عندي فلوس هذا كثير مرات ما نحكي عنه وهذا هو العثرة أمام المجتمع كأنه صخرة واقعة بالشارع ما تتخلي الناس يمرون بالنسبة للمؤمن لازم قلبه يكون يميز عنده قابلية تمييز أكو تقليد طويل بالكنيسة اتعلمنانه من الكتاب المقدس يقول افحصوا الأزمنا افحصوا وخاصة انتبه على الضعيف انتبه على الطفل انتبه على المسكين انتبه على المريض ولهذا أسسنا البارحة كان كان عندنا احتفال برسالة حياة هاي الأخوة من الأخوات الكثيرة الموجودة في أبراشيتنا اللي نحاول بيا ان نكون منتبهين على الناس اللي ما عندهم أحد اللي ما ما عندهم ما عندهم كل أحد فهيم بوحدهم ما بقى لمقرايب ما بقى لمقرايب الكل فرهد بالدني ولهذا أخوياتنا إن كانت للعوق إن كانت لذوي الاحتياجات الخاصة إن كانت للشباب إن كانت للأكبر هي بالحقيقة خدمة للضعفاء هي أنه كثير كثير الأنانية السائدة بالعالم قد تتغلغل عندنا سد الباب الباب تجيك منه الريح سده وسط يعني شعلي كل واحد يرباله على نفسه والأسوأ من كل هذا هو السكوت وإخفاء الحقائق ما نحكي ما نحكي عن أشياء تزعجنا ما نحكي عن أشياء ممكن تكشف الشر الموجود بالعالم من حوالينا لأن الخطيئة ما هي بس خطيئة شخصية أنا خطيئة هي خطيئة جماعية وهذا اللي يقولونه الأنبياء يؤيل أشي يقول يقول انفخوا في البوق الشي فورا البوق من ذاك الوقت من يكون فات شي خطر يعني جرس الإنذار انفخوا في البوق ادعوا الجماعة ادعوا الشيوخ جبوهم أيقظوا الضمائر حسسوا الناس أنا اللي لا أحاول هذا هو أن أصحي بقدر استطاعتي وإلا شنو فايدة صمنا أربعين يوم خمسين يوم شنو فايدت إذا ما هو تغيير الحياة ورجع إلى الله ارجعوا إلي يقول يؤيل هذه العودة إلى الله أش أش معناته يعني شون رح نرجع إلى الله نرجع بأن نقرأ قراءة مختلفة للأخبار وكل ما يظهر على الشاشة أمامنا في في تلفوناتنا وفي أخبار اللي نسمعها نتمكن من خلال هذه الرياضة نتعلم شلون نفسر نفك الشفرة اللغز مال هذا العالم منه يقدر يفهمني شفرة هذا العالم أسرار هذا العالم منه يقدر يشرح لنظام العالمي الجديد اللي عنده فالطريقة جدا جدا خبيثة وهو أنه يخدرنا ينيمنا يعني ما بقى لنا قابلية فعل أنا أتعجب أتعجب صالي تسع سنين بهذه الأبرشية انتبهت على أنه لما يصير فد مصيبة لما يصير فد كورونا لما يصير فد حدث يطخنا نستيقظ بس من ما كو كل شيء والحياة تمر وراس شهر راخذ راتب ويعني واشيء ما تشوف رأسها يسود علي الخذر مثل التلاميذ بستان الزيتون أنا أكو ناس نايمين ورجلين بالشمس يعني ما قنحس على اللي حوالينا المهم أنا مرتاح أنا أموراتي مرتبة أنا أموراتي زينة ما علي من الآخرين وهذا من أسأله شلونك يقل لي طبيعي عادي حتى يعني ننتظر شارل دفوكو يقول يا رب استعملني لسلامك استعملني يا رب صحيني حسسني حتى أحق ولو ولو قطرة ولو شوية الحقيقة والعدالة أكشف أكشف الحقيقة والعدالة النبي يتحدث عن الوثنيين لكن اليوم الوثنيين بيناتنا في قلبنا أكو وثنية بأشكال العديدة كثير ناس يدعو أنه الله معاهم يحلفون باسم الله من الصباح لي المساء لكن سلوكم ما يشبه الله خيانا الله مثل ما تشرينيين شباب تشرين من 2019 في بغداد سمعتوهم يصرخون باسم الدين باقونا الحرامية باسم الدين باقونا الحرامية من من علم صرخة يوئيل هذول الشباب من علم أنه ما يشيلون سلاح من علم أن يكون مسالمين وين قتل من 801 وما يشيلون سلاح من علم هاي علامة علامة تحتاج قراءة فكروا بالأطفال فكروا بأطفال كي يزداد عندهم أمراض الطفولة تأخر بالكلام توحد كثير كثير أشياء تزداد في زماننا وإحنا كأبرشية حاولنا فتحنا بيتين للتوحد وحده وحده في سليمانية لكن قطرة هذه قطرة في بحر إيش نقدر نعمل يسوع يقول تعالوا إلي أنا وديع متواضع القلب القلب المتواضع يعني قلب ذكي يشوف يفسر حتى حتى هذول الشباب اللي صرخوا هالشكل ما يعرفون ما قالوا يوئيل ولا ما قالوا يسوع لكن ضميرهم حي استيقظوا اتذكروا أنه هذول يحتاجون كرامة وإنسانية يمكن الله تكلم في داخل ضمائرهم إحنا بالمقابل يمكن أخطر مرض أعتقد هو مرض التكاسل الكسل هذا المرض هو أنه ما نصح ما ننتبه على الشيء التداعيات اللي راتصير ونزول مجتمعنا وبلدنا وعالمنا إلى هاي المنطقة اللي بيها كل الناس مخدرين وإذا ما نتكلم عن هذا الموضوع ونصح ونقرأ الكتاب المقدس من جديد ما رح نفتهم أجده يصير في عالمنا خلوني أحكي لكم فد قصة قصة الضفدعة بس ما هي قصة بالحقيقة هي خبرة علمية اللي العلماء اللي اكتشفوا بأنه ضفدعات تعرفون تحب الماء إذا خدتم ضفدعة وحطيتمها بماء حار رأسا راح تشط تنهزم لأنه ما تحب الماء الحار بس اكتشفوا العلماء إذا أخذت إنجانة وماء طبيعي وحطيت بيا ضفدعة راح تتونس بس حط نار تحت الإنجانة وخلي الماء هذا يحمى تدريجيا يقل لك الضفدعة ما تنهزم من هذا الماء لأنه شوية شوية تتعود على حرارة الماء إلى أن تنسلق ما يجيب باله أن تنهزم من الماء شي عجيب شقد الكائن الحي يتعود وإحنا اليوم في زماننا مثل هذه ضفدعة يعني علمنا شقد ما ينزل شقد ما يدحدر شقد ما يصير سيء شوية شوية هو عالمنا خبيث لأنه التجربة ما هي صدمة من جال مجرب إلى آدم وحواء والجال مجرب إلى يسوع جاله بطريقة كويسية إذا إذا كنت إبن الله يعني أول مرة فرشة أول مرة مده تقلم صحيح أن الله قال لا تأكلون من أشجار ناكل بساي وعني ما ناكل بساي يعني يعني أكو خباثة بالهداوة بالرقة الشر اللي يتوزع في عالمنا بحيث ما صرنا ما بعد نتأثر ونأشوف كثير من الناس يتعودون وهذا التعود هو يمكن أكبر أشكال الخطر اللي تهددنا أنه نتعود ينزل الدينار نصيح شوية ونأشف ما بعدين نتعود وبعدين ينزل شوية يتلق وينزل شوية يتلق وبعدين نشوف نفسنا أنه قيمة فلوسنا ما بقى لقيمة ما بقى نقدر نشتري ما بقى نقدر نعيش بس تعودنا عليها وصلنا ندبر حالنا منا ومنا وأقول مع ذلك رغم حدوث الزلازل رغم أنه ممكن كل شي يحدث هون قريبة كانت من عندنا أهل الموصل حسوا عليها زلازل تركيا وسوريا ويجون ناس يمكن أن يستغلوا يعني بالتجارة شفنا شون كانوا الناس يستغلون المهجرين ويأخذون إيجارات عالية شفنا الناس شون نسميهم أغنياء الحرب أو تجار المدافع تجار الحروب تجار الأسلحة يسوع يقول لا تتبعوهم لا تتبعوهم هذولي ما عندهم بشرة سارة هذولي ما عندهم فرح هذولي بس تهديد وكلامي الذي أخذه من الأنبياء ومن يسوع في التحذير ما هو تهديد هو تحذير يعني افتح عيونك افتح قلبك لأن الأفق ما الإنجيل هو أفق فرح بشرة سارة هوني أيضا أرجع المؤمنين اللي كثير مرات بالدائرة بالمدرسة بالمجتمع لمن يسألونه عن ديانته عن إيمانه ما يعرف يجاوب وهذا يذكرني بقول المزمور 42 كل يوم كانوا يقولون أين إلهك فعلا كثير مرات ما نعرف نجاوب أو يمكن جوابنا ما يطخ لكن يسوء علمنا أنه إلهنا هو بالمكان اللي بينه الناس تغرق بالمكان اللي بينه الناس تنطي غلاس ماء كسرة خبز للي يعمل للحق للي يعمل للعدل للشجاع للي عنده شجاع أن يقوم من الصبح يشتغل هذا هو درب الصوم هذا هو درب الصليب هذا هو الشخص اللي يستمر برسالة يسوع لأنه دائما فضل هذول الناس الطيبين أكو رجاء بالدني أنه الدني ممكن تتحسن هذه الرياضة كان عنوانا ارجعوا إلي لكن السؤال يبقى شلون نرجع شلون نرجع ما بأنه القلق ولا الثورة ولا نتحمس في زمن الكوارث لا نكون مثلاي الضفدع بالإنجانة إحنا يمكن عشنا فترة طوارئ بال 2015 إلى 17 18 مع داعش شوية طوارئ مع كورونا برعنا شوية مع زلزال سوريا لكن أنا اللي أتمنانه وتفكرون بينه هاليوم وبهذا النهار الطيب الربيعي اللي ما كان صار مثله هاي عشر سنين أن تفكرون بالثبات على وعودكم القديمة وعود عمادكم تناول الأول تكونون ثابتين على القلق المعتدل القلق مزين لكن أكو قلق معتدل القلق هو نوع من الشد مثل الوتر مال كامانجا إذا كثير مجدود مزين إذا مهل هل مزين إذا مجدود على القدر كل جزين هذا هو القلق المعتدل بالأيام الاعتيادية أرجوكم حب والروتين اليوم الاعتيادي هو الأساس العطلة بس يوم واحد أو يوم ين لكن المهم ما هي العطلة المهم هي اليوم الاعتيادي اليوم اللي بينه طبخ وكنس وتنظيف وغسل مويعين وغسل ملابس هالأشغال العادية التافهة الروتينية إذا ما تحبوها ما تكتشفون معنى الحياة كثير أكو خطر للشباب أنه يضوجون الضجر منه يضوج بس المراهب بس الطفل الشخص الناضج يعتبر كل تنفس هو نعمة يعتبر كل قلاس ماي هو نعمة يعتبر كل قعد يسوى مع الحبايب نعمة هذا ما روتين هذا نعمة ف إيش لازم نعمل لازم الأيام العادية نعيش في مخيلة استباقية يعني يوم اللي كنا نقعت بالعايلة سبعة ثمانية ودست الدولمة والمعاذ طيق وطاق هاليوم أتحسر على هالطقطقة أتحسر على هالقعدة أتحسر على أخوتنا وخواتنا وقرايبنا وصياحات وأطفال وهالأشياء أتحسر عليها لأنه ما كل يوم رح يصطر بيدك روتين من هذا الكويس مثل هذا الروتين الطيب ولهذا شغل مخيلتك الاستباقية شغل مخيلتك فكر فكري بالحرص على صرف هذا الزمن المقدس اللي هو زمن اليوم الاعتيادي اللي الله عطانه وقالنا كيف نتعامل معانه وهو بينه كثير هداوة وبينه كثير صمت بينه كثير سلام وأقدر أتأمل أقدر أشوف السماء أقدر أشوف الربيع أقدر أشوف الأزهار هاي الزهرة الله حطها قدامي حتى أقله شكرا يا رب اشقد انتي حلوي هذه نافورة هذا المطر هذه الشمس إذن المشكلة في المخيلة في استباق الأمور هذا الطفل الوكيح اللي عندك هاي البنة الصغير هاي فهد يوم رح يصير كبير يفهد يوم هذا الطفل رح يصير شاب وشابه رح يصيرون استباق الأمور استعد للأمور فكروا بصورة صحيحة لا تتبع ثر لا تكون مثل هذول اللي يقفون هالشكل ويباوعون بالشارع سيارات وتروح وتجي لا تقف هالشكل لا تباوع عندني هالشكل بطريقة فارغة كون صاحب قرار كوني صاحبة قرار هذا شيء اللي يسمينه يسوع اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة أن تكون دثوا أن تكون هالشكل غشين بس تباوع على الحياة تمر هالشكل من قدامك اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة هاي التجربة هي نصيحة هذه الرياضة وأتمنى أن لا نكون مثل ذيك الضفدعة أن لا نتعود على المصائب اللي تحدث من وقت لآخر بالعكس أن نتوقع حدوثا قبل ما تحدث فيكون كنحذرنا كل شيء خاصة استعدادنا أش ما يصير يا رب استعملني لسلامك إذن خاتمة افتح عينك افتحي عينك على العالم الموجود في عالمنا خصوصا على الناس المحطمين الضعفاء اللي قي يكبس عليهم الزمان العمر المرض على الناس الحزانة اللي نهارت آمالهم كانوا عندهم مخططات وفشلوا هذول يحتاجوني يحتاجوك شغل قلبك بإرادة وذكاء هذا هو رسالة النبي يوئيل حتى تحقق ولو شيء من الخير حواليك والله يبارك بكم شكرا 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 شكرا